بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التنميدات نلتقي اليوم لكي نتابع دروسنا التي نقدمها لكم عن بود درسنا اليوم هو خاص بتصحيح تمارين القراءة التي رأيناها في الحصة الماضية والخاصة بنص سعدان الطيار وقبل أن ننتقل إلى تصحيح التمارين نقرأ الكلمات البصرية والتي كنت قد طلبت منكم بأن توظفوها في جمل مفيدة إذن نقرأ الكلمات مع التركيز البصري عليها لدينا ذات ثم ريثم صومعة بيئة إذن صغاري لابد أنكم قد قمتم بتوظيف هذه الكلمات في جمل مفيدة الآن سوف أقدم لكم أنا بعض الجمل إذن لدينا كلمة ذات ذات مساء سأزور جدتي ثم أتوضأ ثم أصلي ريثما سأنجز واجباتي ريثما تعد أمي الطعام صومعة صومعة مسجد الحسن الثاني شامخة في سماء الدار البيضاء بيئة بيئة بلادي بيئة نظيفة إذن كانت هذه بعض الجمل التي وضفت فيها الكلمات البصرية ننتقل الآن لقراءة النص القراءة المشتركة والتي تعرفنا عليه البارحة نعيد الكراءة مع بعض طبيعة بلادي أحب في بلادي جبالها الشامخة تكللها الثلوج البيضاء وسهولها الممتدة تجود بالعطاء أحب أنهارها تملأ سدود الخير والنماء وغاباتها الخضراء تمنح جوها الاعتدال والنقاء وصحراءها تزهو برمالها الثهبية وبحرها يجود بالخيرات إذن النص هو لمصطفى الصباح وقلنا بأنه يتكلم هنا في هذا النص عن بلده المغرب جيد إذن ماذا يحب الكاتب في بلده إذن يحب الكاتب في بلده الجبال الشامخة السهولة الممتدة الأنهار الغابات الخضراء الصحراء والبحر إذن هذه هي المناظر الطبيعية التي يحبها الكاتب لاحظوا هنا لدينا الجبال كيف هي هذه الجبال جبال شامخة ما معنى شامخة؟ جبال مرتفعة جيد سهول ممتدة سهول واسعة وشاسعة غابات خضراء تمنح جوها الاعتدال والنقاء تمنح تعطي وصحراءها تزه تفخر بمعنى تفخر برمالها التهبية وبحرها يجود بالخيرات بمعنى يعطي بصخاء جيد صغاري إذن ننتقل الآن إلى نص القراءة لابد وأنكم قمتم بقراءته جيدا وعدة مرات حتى تتمكنوا من القراءة بطلاقة واحترمتم علامات الترقيم كما طلبت منكم لنلتقل الآن لنجيب عن أسئلة المعجم السؤال الأول أختار الشرح المناسب لدينا هنا مجموعة من الكلمات التي كتبت بالأخضر سوف نختار لها شرح مناسب من الخيارات إذن هنا لدينا غزة هل هي اكتشفة أم صارة؟ إنها اكتشفة نقوم بوضع سطر تحتها أو بإحاطتها المهم أن نختار الإجابة الصحيحة والشرحة المناسب قوافل قوافل هي جماعات يحج بمعنى يذهب يحج بمعنى يذهب إليها نلاحظون في السؤال الثاني لدينا أكمل شبكة المفردات لكلمة طيران لدينا هنا طيران سنكمل الشبكة فضاء فضاء أجواء تحليق طيار طائرة رحلة هذه بعض الكلمات لابد أنكم قد كتبتم كلمات أخرى عدة تعتبر صحيحة إذا كانت مرتبطة بكلمة طيران سؤال الثالث أصل كل جملة بالمعنى المناسب لفعلها لدينا هنا ثلاث جمل ولدينا هنا معنى الفعل التي تبتدئ به الجملة جملة الأولى أدار المحركة جملة الثانية أدار وجهه جملة الثالثة أدار الاجتماع إذن ماذا تعني أدار في الجملة الأولى؟ جيد شغل في الجملة الثانية أدار وجهه تعني التفتة في الجملة الأخيرة أدار الاجتماع بمعنى سيارة الاجتماع جيد ننتقل الآن إلى أسئلة الفهم نبد أنكم قد كتبتم الإجابة في دفتر المنزل إذن السؤال الأول ماذا تمنى سعدان؟ الإجابة دائما تكون بنصف السؤال ماذا تمنى سعدان؟ نحذف هنا علامة أو أداة الاستفهام ونجيب تمنى سعدان أن يحلق في الجو تمنى سعدان أن يحلق في الجو ماذا رأى في نومه؟ رأى سعدان في نومه أنه يصنع طائرة ولما أنهى صنعها ركبها وأدار عقفاً محركاتها فاندفعت الهواء كم مدينة حلق فوقها سعدان؟ حلق سعدان فوق ستة مدن كي نوضح هذه المدن؟ وهي الرباط، الضار البيضاء، مراكش، العيون، وادي الدهب، والدخلة ماذا رأى في جنوب المغرب؟ رأى سعدان في جنوب المغرب قوافل الإبل تنتشر في الصحراء المغربية ذات الرمال الدهبية جيد، إذن هذه هي الإجابة، قارنوها بإجابتكم أين حطت طائرة سعدان؟ حطت طائرة سعدان في مطار الدخلة حطت طائرة سعدان في مطار الدخلة مالذي أيقض سعدان من نومه؟ هبت رياح قوية زعزعة أغصان الشجرة فأيقضت سعدان من نومه إذن هذه هي الإجابة، كما تعودنا في القسم نجيب عنها شفاهيا إذن ننتقل الآن إلى السؤال الخامس أضع علامة أمام الجملة الصحيحة بحسب النص صنع سعدان طائرة حقيقية قصة سعدان خيالية إذن قصة سعدان خيالية وليست الطائرة حقيقية إذن نضع العلامة أمام الجملة الثانية كان سعدان يحلم الصراحة سعدان في الدخلة إذن سعدان كان يحلم وضعنا العلامة في حلمه سعدان الصراحة في الدخلة جيد إذن نضع العلامة ننتقل لكي نتم الإجابة عن الأسئلة والآن لدينا أسئلة خاصة بالتحليل السؤال السادس أضع علامة أمام المدن التي حلقت فوقها طائرة سعدان إذن هنا لدينا مجموعة من المدن نضع العلامة أمام المدينة التي حلقت فوقها طائرة سعدان وجدة لم تحلق الطائرة فوقها الحسيمة كذلك طنجة كذلك الرباط أجل حلقت الطائرة فوقها الرباط فاس لم تحلق فوقها الطائرة العيون أجل حلقت الطائرة لذا وضعنا العلامة الدخلة كذلك حلقت فوقها الطائرة ومراكشة كذلك حلقت فوقها الطائرة ألاحظ الأسلوب وأنسجه على غرار هذا هو السؤال السابع لنلاحظ هذه الجملة ليتني أستطيع أن أحلق في الجو ليتني أستطيع أن أحلق في الجو سننسج جملة على غرار هذه الجملة بها ليتني وأن أعطيتكم أنا هنا فقط مثالا وأنتم ستكتفون بجملكم إن كانت صحيحة ليتني أستطيع أن أساعد الناس ليتني أستطيع أن أساعد الناس لاحظوا هنا لدينا الفعل المضارع المنصوب بأن أساعد دائما ركزوا على الحركة المتواجدة بالفعل المضارع المسبوق بأن أو لن ننتقل إلى السؤال الثامن أرتب الأحداث التالية بحسب النصب الأرقام 1 2 3 4 لدينا أربعة أحداث هنا سنقوم بترتيبها إذن الحدث الأول هو تمنى سعدان أن يطوف حول العالم الحدث الثاني صنع طائرة في نومه وحلق بها الحدث الرابع شاهد مدن مغربية عديدة الحدث الرابع أي قدت الريح سعدانا من نومه إذن هذا هو ترتيب الأحداث كما وردت في النص قوموا أعزائي التلاميذ بتصحيح تمارينكم بالقلم الأخضر وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر